أهلا من جديد في أحدث تقرير عن تدعيات الحرب قال البنك الدولي إن قطاع غزة يشهد واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ الحديث أضف أن اقتصاد القطاع انكمش على أساس فصلي بأكثر من 80% في الربع الأخير من العام الماضي بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل وحذرت المؤسسة المالية الدولية من أن كل فرد في قطاع غزة سوف يعيش في فقر مدقع على المدى المنظور أشارت إلى أن أكثر من نصف الأسر قبل الحرب كانت تعتمد على المعونة كمصدر رئيسي للدخل بينما يعيش حاليا جميع قطاع سكان قطاع غزة في فقر مدقع ومدى المقرر أن يتخذ بنك إسرائيل المركزي قرارا بشأن أسعار الفائدة يوم الاثنين القادم وسط توقعات بالتخفيض ويقول خبراء اقتصاديون أن أمام البنك المركزي خيارات صعبة بين تخفيض الفائدة وتعزيز النمو الاقتصادي ما سيؤدي لتراجع سعر صرف الشكل أو الإبقاء عليها وما سيترتب عليه من تدهور اقتصادي خيارات مرة اقتصاد منكمش أو عملة متهاوية هكذا لخص خبراء حالة الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تدعيات الحرب على غزة والقرارات المصرية التي على بنك إسرائيل المركزي الاختيار بينها بشأن تحديد سعر الفائدة في ضد الاستمرار للسنزاف الاقتصادي وتراجع التصنيف الاقتماني وتدهور أغلب مؤشرات الاقتصاد التي كانت تتفاخر بها تل أبيب ذلك الاقتصاد عنا من واحدة من أسوأ حالات الركود على الإطلاق نهاية العام الماضي حيث سجل انكماشا جاء أسوأ من التوقعات لتصل نسبته إلى نحو 20% في الربع الأخير من العام الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انكماش لا يتجاوز 11% لكل ذلك تبدو كل الخيارات مرة أمام صانع القرار في السياسة النقدية الإسرائيلية فالبنكو المركزي الإسرائيلي إما أن يتخذ قرارا بخفض الفائدة لمساعدة الشركات في الحصول على تمويل قليل التكلفة في ظل هروب الأموال من إسرائيل ومن أجل دعم الاقتصاد للصمود ووقف التراجع عبر تحفيز الإنفاق والنمو لكن في المقابل من شأن ذلك القرار أن يدفع العملة المحلية الشكل إلى مزيد من الهبوط ما يعرض لاستقرار المالي لخطر أكبر أما الخيار الآخر فهو أن يبقي المركزي على سعر الفائدة الحالي لكن ذلك سوف يضع مزيدا من الضغوط على نمو الاقتصاد الذي يعاني أصلا من تبعات الحرب التي دمرت تقريبا كل شيء في غزة في هذا الموضوع ينضم إلينا من حيفا دكتور رمزي حلبي الخبير الاقتصادي المحاضر في الاقتصاد بجامعة تل لبيب أهلا بك دكتور تخفيض الفائدة والإبقاء عليها عند المستوى الحالي أي الخيارين أقرب بالنسبة لبنك إسرائيل المركزي؟ أتوقع بشكل شخصي وأيضا بعض الخبراء يتوقعون أن يبقي محافظ بنك إسرائيل أمير يرون الفائدة كما هي ولن يغيرها لعدة أسباب أولا هو يتخوف من التضخم المالي خاصة في هذه الظروف العصيبة والتراجع في كل المؤشرات الاقتصادية والسبب الآخر هو يتعلق أيضا بالعلاقة الواضحة ما بين الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد الأمريكي حيث جيرون طاول اللي هو محافظ البنك المركزي يقول بأن حتى شهر آذار القادم لن يخفض نسبة الفائدة ولذلك هناك حساب ما بين نسبة الفائدة في إسرائيل ومقارنة بأسواق أمريكا طبعا مع كل الضغوطات التي تقول بأن عدم خفض نسبة الفائدة المصرفية في إسرائيل سيعود بالضرر على المصالح التي تحتاج إلى الاعتمادات المصرفية وإلى الدعم المادي لذلك هذه القضية قضية ما بين نارين وهذا حال اليوم محافظة بنك إسرائيل وأضف إلى ذلك محافظة بنك إسرائيل يحارب ويقاتل في جبهة أخرى وهي جبهة الحكومة لأن هذه الحكومة لا تتخذ قرارات اقتصادية مهنية بل تتخذ قرارات لدعم الائتلاف الحكومي الذي يعتمد على الأحزاب الدينية الأصولية طيب ما بين رؤية محافظة بنك المركزي وما تتخذ وزارة المالية الإسرائيلية من قرارات ما الذي يتعين أن تقوم به وزارة المالية وطبعا معها في نفس الكفة محافظ البنك المركزي لتعويض هروب الاستثمارات بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة التي تراجعت بصورة كبيرة منذ الربع الأخير من 2023 بالإضافة لدعم الاحتياجات الدفاعية بالنسبة للجيش الإسرائيلي نعم أولا أنا برأيي على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرارات صعبة بما يتعلق بتقليص بميزانية الدولة يعني لا يمكن الاستمرار في مصروفات الدولة الباهضة والمرتفعة دائما خاصة لأمور لا تمت إلى الاقتصاد بصلة ونحن نعلم أن كثير من الميزانيات المرصودة للعام 2024 هي ميزانيات كما ذكرت تدعم المستوطنات تدعم الأحزاب الدينية تتعب قطاعات لا تدعم الاقتصاد فأول شيء هو تقليص في الميزانية في البنود غير المجدية اتصاديا ثانيا فرض ضرائب لا مدة من فرض ضرائب جديدة على المواطن في إسرائيل ولاحظنا أن هناك قرار يبدأ في العام القادم من رفع ضريبة القيمة المضافة من 17 إلى 18% ولكن هذا لن يحل مشكلة العام 2024 لذلك على الحكومة أن ترفع مستوى الضرائب على المواطن وعلى الشركات وعلى المستثمر الخارجي لكي تغطي العجز الكبير في الميزانية كما ذكرتم بالتقرير ونحن نتحدث عن عجز دائما الغاية التي يضع بنك إسرائيلي بين 1 إلى 3% والآن نحن تخطينا حاجز 6% في طريقنا إلى 7% عجز بالميزانية وماذا عن معدلات التضخم حتى الآن في إسرائيل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة وحتى اليوم؟ نعم نحن تحدث عن تضخم مالي قد يصل إلى 7% ولكن اللهم من ذلك هو أيضا تراجع في مدخولات الدولة بسبب الشلل في المصالح في الشمال وفي الجنوب وبسبب التراجع في الفرع الرئيسي الذي يدعم الاقتصاد الإسرائيلي والاستثمارات الخارجية التي خاصة تأتي في مجال هايتك ولاحظنا أن مع انتهاء العام 2023 بنسبة نمو اقتصاد 2% وهذا مفاجئ بشكل إيجابي لأننا توقعنا أن يكون قريبنا الصفر ولكن استمرار التراجع في الاستثمارات الخارجية في مجال الهايتك واستمرار التراجع في الإنتاج في داخل إسرائيل وارتفاع نسبة البطالة وفرع البناء خاصة المعطل بنسبة 50% بسبب بعدم جلب العمال الفلسطينيين كل هذه الأمور يمكن أن تأتي بنتائج وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي شكرا جزيلا لك من حيفا الدكتور رمزي حلب الخبير الاقتصادي المحاضر في الاقتصاد بجامعة تل أبيب في قطاع الشحن البحري كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة وتنمية أن معدل حركة سفن الشحن عبر قناة السويس أسبوعيا انخفض بنحو الثلثين تقريبا عن مستويات الضروة وارجعت المنظمة الدولية السبب إلى الهجمات التي يشنها أنصار الله على سفن في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي كما حذرت من تدعيات الأزمة على التجارة خصوصا في دول إفريقية مثل جيبوتي كينيا وتنزانيا وأظهر تقرير الأنكتاد مدى تأثر نشاط قناة السويس بتدعيات الحرب الإسرائيلية على غزة فمعدل عبور سفن الحاويات الأسبوعي في القناة انخفض بحوالي 67% تقريبا مقارنة بفترات الضروة بينما انخفضت الحركة الإجمالية خلال الشهر الماضي بما في ذلك عبور الناقلات وناقلات الغاز بنسبة 42% أيضا كشف تقرير الأنكتاد أن الأسعار الفورية الخاصة بالحاويات المتاجهة من شنغهاي لأوروبا اتفعت بنسبة 256% تقريبا في ديسمبر ويناير الماضيين هذا وقد أظهرت أرقام الشركات العالمية لنهاية العام الماضي مدى تأثير المقاطعة على النتائج المالية لتلك الشركات آخر المصادحين بهذا التأثير شركة ميسلا السويسرية التي قالت أنها لمست ترددا في شراء منتجاتها في الشرق الأوسط وأشارت إلى أن المستهلكين أصبحوا يقبلون على شراء منتجات محلية أخرى كانت مجموعة يوني ليفر البريطانية لصناعة المنتجات الاستهلاكية كشفت عن تراجع نمو المبيعات في الربع الأخير من العام الماضي في جنوب شرق آسيا بسبب المقاطعة في دول عدة من أبرزها إندونيسيا نهاية فقرة الاقتصاد شكرا للمتابعة